طرق عديدة تتبعها المؤسسات الصينية التكنولوجية لتوفير شرائحين فيديا الضرورية لصناعة الذكاء الاصطناعي بهذا الخصوص كشفت صحيفة ووستريت جورنال في تحقيق لها عن طريقتين أساسيتين لتهريب هذه الشرائح للصين أولها عن طريق الأفراد حيث يقوم العديد من الأفراد القادمين من الولايات المتحدة إلى الصين بشحن أعداد من هذه الشرائح في حقائبهم مستغلين الصغر حجمها وغالبا لا تكون الصين وجهتهم الأولى ما يجنبهم عمليات المراقبة المشددة في المطارات الأمريكية أما الطريقة الثانية فهي عمليات الاستيراد التي تقوم بها العديد من الشركات الوهمية في بعض البلدين الأسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وتقوم هذه الشركات بتحويل الشرائح المستوردة إلى الصين فيما بعد وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الموزعين الذين يعرضون خدماتهم بشكل مباشر عبر منصات البيع الإلكتروني وغالبا ما يستخدمون عنوين وهمية للتحايل على القيود الأمريكية ويقدر متوسط عدد رقائق نيفيديا للذكاء الاصطناعي التي يتم تهريبها سنويا بنحو 12500 شريحة ترجمة نانسي قنقر